السلام عليكم و اهلا بكم من جديد نرد ان شاء الله معنا اه الموديل بتاع الموديل بتاع الموديل زي ما احنا شايفين كده تسعتاشر تمنمى ستين داش اه وان طبعا اه البوردة دي من تطوير شركة اه المعالج اللي احنا موجودين مع النهاردة هو معالج اه الجريح اه مشكلة البوردة زي ما هنشوف ان شاء الله بعد شوية ان الموديل بتشتغل اه لبعض السواني وتفصل اه تاني وبعدك تبدأ تدخل في نفس اللوب وتشتغل لسواني معدودة سانية او سانيتين وبعدكده بتفصل اه باور مرة تانية وبتفضل اه في الوضع تمام? طيب اه مبدعيا قبل ما نشتغل في المازر بورد نبتدي ناخد ممنعات الكويلاتر اصائلة انه ممكن اه نلاقي ممنعة قليلة نوعا ما ودي تكون بداية اه طرف الخيط بتاعنا اللي احنا نبتدي ان احنا نشتغل منه تمام? هسيب لك دلوقتي اه التشريح الخاص بالمازر بورد عشان تقدر تتابع معي اه لياسات اللي قاية تمام? اشتركوا في القناة ناخد الممنعات بتاعتنا وانبتدي طبعا بي فانا بس نظهر شاشة الافو ميتر. عندي هنا تلاتة وتلاتة. بالكيلو اوم سليمة. كمسة فولت? بي الكيلو اوم سليمة. واحد وتمانية من عشرة في حالة الاس فايب نقدر نفوضها من على الكويل ده. الكويل الصغير هنا. ولا يصيب بتاعها صغير. خليني كده اوضحها لك او زوم لك عليه على الكاميرا. هو الكويل اللي قدمنا ده. بي الكيلو اوم. واحد واثنين من عشرة تخصين برامات الديد عرفور. ربا مية سبعة واربين اوم. بلطيعة الكورب تخاصة بالمعالك الكورب نفسها. ستين وتمانية من عشرة في حدود ستين اوم سليمة. الايو اكس. مية واحد واربعين اوم برضو سليمة. عندي هنا بلطية الفيرام. مية اتنين واربعين اوم سليمة. عندي هنا الجي بيو. اتنين واتنين من عشرة برضو سليمة. كويل الاخيرة عندنا هو كويل خاص بالشح. بالكيلو اوم. تمام? بالمناسبة آآ البلطيات الخاصة بآ الكورس لآآ معالجات الجيل الحداشر عند الكويلين دول دول خاصين بالكور نفسها الخاصة بالمعالج مع آآ الداخلي او الداخل المعالج. وآآ الملف ده اللي هو ده خاص بشريحة طبعا اللي مجتمع معي على المعالج على نفس الشريحة. تمام? طيب كده الملفات كلها خدناها. نبتدي بعد كده ناخد رقم تمانية من شرائح البيوز. برضو الاياس ده مهمة جدا. بالكيلو اوم. وفي عندي هنا برضو كمان شريحة. برضو كمان بالكيلو اوم. تمام? يبقى كده معظم الممنعات بتاعتنا على شغالة معي. خلونا دلوقتي نوصل بتاعتنا على عشان نشوف تصرف طيب مبدئين كده خلونا نشوف تصرف المزر بورد الاول دلوقتي انا مع عشان بس نشوف لو في اي جود زهرت على سلوترا مات. كمان مراكب الرقم عندي. وطبعا معنا شاشة عشان نرائب على شاشة تمام? طبعا انا لحمت جامبر هنا عشان الاشارات بتاعتنا زي ما قلنا الجهاز بيفصل آآ بسرعة. وبالتالي آآ من الافضل ان انا لحم جامبر عشان استخدم عشان لو زهرت اي اشارة نلحق ان احنا نعمل لالاشارة بتاعتنا تمام? من الوقت انا اشغل سحب للوقت تمانية ميلي امبير. وزي ما احنا شايفين الجهاز تقريبا وصل تلتمية وتلاتين ميلي امبير وبعد كده فصل مباشرة. وملاحظين ان انا كارت التسر عندي نور معايا ومعظم الجهود الخاصة بآ آآ ظهرت معايا من فلطية الفي دي والفي سي اي والفي بي بي والفي تي تي تمام? فكده انا بالنسبة لي الخمسة والتلاتة وتلاتة موجود اكيد الفولت عليهم. كمان عندي فلطية الواحد واتنين من عشرة اللي هي خاصة بفلطية الرمات ويصير رمات كمان مطلعة لجهد آآ الفي تي تي تمام? هنبتدي الوقت تحت آآ الميكروسكوب ناخد آآ كل اياسات الفلطيات طبعا في فلطيات موجود عندي ولكن ما فيش اي مشكلة نحن ناخد الاياس بتاعها آآ مرتانية تمام. طيب انا ابتدي بفلطية التلاتة والتلاتة من عشرة. عندي على الكل ده. انا اخدها على رقم اتنين. زي ما احنا شايفين ظهرت معي. فموجودة معي. عندي الخمسة فولت. ظهرت معي. طبعا انا ازابة الخاص بالسلسكوب. على واحد فولت. سلونا انا اخد اياس ده مرة تانية تحت الميكروسكوب. دلوقتي خمسة فولت. ده الواحد واتنين من عشرة. خاص بالرمات. استنى بس الماثر برد تشتغل. وزي ما احنا شايفين اه الياس بتاعنا آآ ظهر معي بصورة سليمة. طيب ناخد الواحد وتمانية من العشرة. دي طبعا في حالة فهي موجودة بشكل مستمر. زي ما احنا شايفين ظهرة معنا. نبتدي بعد كده ناخد الكورزة الخاصة بالمعالج نفسه. عندي هنا الايو اكس. وزهرة معي واحد وتمانية من عشرة. فولتيت بقى الكور نفسها. خاصة بالمعالج. ناخده من على الملفين ده او ده. خلونا ناخدها من على الملف ده. والمزر برض اشتغلت ولكن الفلطية مش موجودة. ناخد الياس مرة تانية. زي ما احنا شايفين البارتساب دي دلوقتي تشتغل ولكن الفلطية مش موجودة. طبعا ده معناه بالضرورة انها كل بلطيات آآ اللي هي كارت الشاشة الفيجا اللي هو النيفيديا او الامي دي مش هتكون موجودة معي على سبيل المسائل لو خدنا مثلا الكورزة نفسها. ده الكور الخاص بالفيجا. وفعلا فعلا زي ما احنا شايفين كده آآ الجهود الخاصة بالفيجا مش موجودة كمان عندي فلطيات المعالج آآ مش موجودة تمام? طيب توفيرا للوقت بعيدا عند الكاميرا انا اخدت بعض الياسات برضو بعض الفلطيات ما قبل الكورزة الخاصة بالمعالج ولقيت ان الفلطيات دي كلها شغالة معايا بدون اي مشاكل. وبالتالي آآ الدائرة اللي احنا هنشتغلها دروقتي هي دائرة تغذية المعالج تمام? زي ما قلنا قبل كده وزي ما شفنا فيه تشريح في المزل بردان عندي هنا اتنين كويل خاصين بالكورز والكورز دي نقصد بها كورز الخاصة بالمعالج نفسها او المعالج نفسه والكورز الخاصة بآ آآ او كارت الشاشة لانتل المدمج داخل المعالج تمام? عندي هنا برضو الكويل اللي احنا اسناها ده فلطية آآ ايو اكس وطبعا دي احنا اسناها لانها موجودة دي خاصة بتغذية تمام? يبقى انا عندي دول هما اللي فيهم مشكلة عندي تمام? طيب بالنسبة ليه آآ لايسات نفسها او الكنترول نفسها آآ ده الكنترول الخاص بالأيو اكس اما الكنترول الخاص بتغذية المعالج فهو البيو ستة واربعين آآ زي ما احنا شايفين كده لان لو عملنا مسلا سابين مثال ضغطنا على الكويل ده والطرف ده من الكويل هلها وصلها مباشرة مع البن رقم عشرين اللي هي بنت آآ الفيز معنى كده ان الكنترول ده بيشغل معي تمام? طيب آآ برضو الكنترول ده آآ احنا مالوش آآ داتاشيت والبوردة نفسها آآ في الوقت الحالي مالهاش برضو اسكماتيك وبالتالي انا هحاول ان انا اجيب اي مزر بوردة تانية تكون راكب عليها نفس الكنترول وي قريبة في التصميم وعشان كده احنا معانا الاسكماتيك اللي موجود ده. انا نبحث كده عن رقم الاي سي. لو بي يو ستة عربين زي رواحد. جاب لنفس الاي سي. لان البردتين قريبين جدا جدا آآ من بعض. تمام? طبعا اهم من الاشارات اللي احنا هنشتغل عليها. اول حاجة اشارات التغذية عند البن رقم خمسة وعشرين زي ما احنا متعودين. دي بنت التغذية وزي ما احنا شايفين دي بتاقد آآ خط المين آآ معاها. تمام? عندي اشارة آآ اللي هي بتيجي معي على البن رقم اتنين وترتين دي لازم تكون آآ آآ عندي برضو من ضمن البنات المهمة لكل كوية داتا تفاصلين بآآ بس. تمام? لو بصينا على بقية البنات عندي لو جينا على وتتابعنا المصار بتاع المفروض برضو الاقي على البنة دي آآ خمسة اللي هي البنة رقم سبعتاشر ودي برضو بنا من بنات تغذية آآ آآ خلونا دلوقات ننتقل ليه الميكروسكوب وناخد اهم الاشارات ولو احتاجنا اشارات اكتر من كده اكيد هنعمل الكلام ده. طيب نمتل دلوقات نروح لي معالج عشان ناخد اهم الاشارات بتاعتنا. وي معالج موجود عندي في المنطقة دي ولكن اكيد حضراتكم طبعا لاحظين اللي احنا شايفينه دلوقتي او اللي انا شايفه دلوقتي على الكاميرا. وانا عندي خليني بس اخسر البور. واضح جدا جدا ان انا في عندي آآ تقريبا دي فيها مشكلة ولا كوروجن. لا او مش كوروجن او حرق. يعني اعتقد الموضوع واضح. وفي حرق عندي كمان الضيا دي. او كوروجن المقاومة دي وكمان المكسك ده تمام. فنروح دلوقتي للبورد فيو بتاعنا ونعرف المقاومة دي فائدتها ايه معايا ووصلها على اي يبن في عشان نحاول نعوض آآ البديل تمام. طيب لو رحنا للبورد فيو بتاعنا عشان نشوف المقاومة. المقاومة زي ما واضح على البورد فيو اللي هي بي ار ستة اربعين خمستاشر. الطرف ده من المقاومة واصل معايا بالمكسف ده. والطرف التاني من المكسف بدوره واصل معايا بجراوند. اما الطرف التاني من المقاومة واصل معايا بالمكسف ده. والطرف التاني من المكسف واصل معايا بجراوند. تمام? كمان الطرف ده من المقاومة بتاعتي واصل بالبن رقم اربعة من الاي سي. تمام? فلونا كده نروح لي اقرب بتاعتنا عشان نشوف البن رقم اربعة من الاي سي. واضح جدا ان هي متسمية معايا وجاية بالاسم كوم. تمام? ولو مشينا مع المسار بتاعها لقيها واصلة معايا بالعناصر آآ الثلاثة دول. تمام? عندي المقاومة بي ار ستة عشرين خمستاشر ايمة المقاومة دي واحد وتلاتة من عشرة كيلو اوم. كمان المكسف ده عندي بي سي ستة اربين زيرو تمانية. ده كان عليه كوروجن ايمة المكسف ده اتنين وتمانين آآ بيكوفرات. وطبعا اقصى فولطية يتحملها المكسف معي جاية بخمسين آآ فولت. تمام? فازن انا الايم اللي احنا محتاجينها آآ طبقة ليه الاسكماتيك اللي قدامنا ده. آآ اللي هي الواحد وتلاتة من عشرة كيلو اوم والمكسف اتنين وتمانين بيكوفرات على خمسين فولت. خلونا كده نغير المكسف كوية المقاومة تحت الميكروسكوب وبعد كده نجرب وهل نشوف هل فيه اي نتاج اجابية معايا ولا لا. ترجمة نانسي قنقر المترجمة نانسي قنقر المترجمة نانسي قنقر طيب دلوقتي خلونا نبتدي ان احنا نقرب. نبتدي ان انا نشغل وياس تمانية ميلي امبير والبوردة بتاعتنا اشتغلت ووصلت واحد وتلاتة من عشرة واحد واربعة من عشرة اه فولت. خلونا كده نقيس الفولتية على اي كويل من كويلات الكورزة نفسها. ويممكن تكون فصلت حرارة. طيب خلونا كده نفصل نشغله تاني مرة بسرعة. وزي ما احنا شايفين الفولتية بتاعتنا واحد وتمانية من عشرة. والحمد لله الفولت الخاص بي كورو المعالج ظهر تمام? نبتدي رأينا نركب السينك وينجرب تستر اليوزبي. طيب بعد ما ركبنا السينك بتاعنا خلونا كده نمتدل نشغل طبعا انا مركب تستر رامات وكمان مركب آآ تستر اليوزبي عشان نعرف هل المزر برضو اشتغل الداتا او لغا. كده اشتغل ودلوقتي زي ما احنا شايفين كده كل الفولتية ظهرت معي كمان اشارة الرئيزات ظهرت معي. البردة بتاعتي فصلت باور وانا متوقع انا هتشتغل كمان مرة. وهي زي ما احنا سمعنا عند الوقت بتستر اليوزبي اشتغل معنا. الكلام ده المعناه ان البردة بتاعتنا اشتغل الداتا تمام. اخر حاجة بقى هنعملها هنقفل المزر بتاعتنا في اللاب وننختبر بقية وظائف آآ الجهاز تمام. طيب دلوقتي بعد ما اقفلنا الجهاز بتاعنا خلونا كده نشغل. دلوقتي السحب بتاعنا حوالي تسعة وعشرين آآ ميلا امبير. طبعا انا مركب البطارية المفروض لها البطارية سيليا دارس الشحن سليمة. مفروض النسبة دي تزيد معي وانا اتباصل الجهاز باور. ولكن على اي حال يعني دلوقتي هي بدأت اهي آآ تظهر معي القرنت آآ الخاص بشحن البطارية اللي هو ستمية ستة تسعين سبعة وتسين ميلا امبير وطبعا النسبة دي قابلة للزيادة على حسب نسبة شحن البطارية في الوقت الحالي. تمام? طيب خلونا كده نضغط على برس الباور. وزي ما احنا شعرفين اللوجو بتاع ديل آآ ظهر آآ معايا تمام? طبعا انا في الوقت الحالي مركب هارد العميل نفسه ولكن انا بعيدا عن الكاميرا هبتدي ان انا اركب الهارد بتاعنا احنا واختبر بقية وظائف الجهاز من آآ التأكد من سلامة شبال فيجا والتعرفات بتاعته اللي هو الانفيديا الخارجي. آآ البطارية والشحن وكل الوظائف الخاصة بالجهاز قبل ما نسلم الجهاز بتاعنا للعميل. بالوقت الحالي طبعا احنا معنا مازر بورد شغالة وبالتالي هنبتدي ناخد الاسات بتاعتنا ويقام الممانعات على اساس ان احنا قطعة عندنا في المكتبة. وطبعا هسيب لك الصورة دي دلوقتي الخاصة بيقام الممانعات السليمة للمازر بورد دي. وبكده نكون وصلنا لين هيتفيدي من نواردة ويكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب. اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر